شعبه عيون ساهرة تصطر ملحمة وطنية في مجابهة شاملة للإرهاب وأخرى بمديد الخير والبناء والتعمير كلمة اللواء أركان حرب إهاب محمد الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بسم الله الرحمن الرحيم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة نتشرب بوجود سيادتكم اليوم على أرض سيناء تلك البقعة الغالية من أرض مصر ذلك اليوم الذي يتواكب مع الزكرة السابعة والثلاثين لتحرير سيناء وفي ظل توجهات سيادتكم لتحقيق التنمية الشاملة في كافة أنحاء البلاد كلفت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية المتكاملة على أرض سيناء وفي هذا الإطار تم إنشاء مدينة الإسماعيلية الجديدة تقع المدينة على الشاطئ الشرقي لقناة السويس الجديدة بمواجهة 11 كيلو متر وتتكون من 6 أحياء سكنية بنسبة بنائية لتزيد عن 20% مع استغلال باقي البساحات لمسارات الحرقة ومناطق انتظار السيارات والمسطحات الخضراء وقد تم تخطيط المدينة على مساحة 2828 فدان لتشمل 52 ألف وحدة سكنية بمساحات متنوعة توستوعب حوالي 250 ألف نسمة فضلاً على إنشاء مناطق خدمية فرعية بكل حي سكن وتتوسط المدينة منطقة خدمات مركزية تخدم جميع الأحياء تشمل على مجمع طبي منشآت خدمية حكومية مسجد كنيسة بالإضافة إلى مجمع شرطي ولتشجيع الرياضة والاهتمام بالشباب تم إنشاء تلاندانات رياضي اجتماعي طرفيهي ولتأمين إمداد المدينة بالمياه تم إنشاء محط الترشيح للمياه غرب قناة السويس بطاقة 20 ألف متر مكعب على اليوم واليوم نفتتع المرحلة الأولى والثانية لمدينة الإسماعيلية الجديدة بإجمالي 32 ألف وحدة سكنية وجاري العمل في المرحلة الثالثة بإجمالي 20 ألف وحدة سكنية ليصل إجمالي الوحدات السكنية بالمدينة إلى 52 ألف وحدة طبقاً لما هو مخطط ولتحقيق التنمية الشاملة لسيناء وربطها بباقي أنحاء الجمهورية وتقليل زمن عبور قناة السويس تم التخطيط لإنشاء خمس أنفاء للعبور أسفل قناة السويس بمنطقة جنوب برسعيد شمال الإسماعيلية شمال السويس واليوم نحتفل بفتاح أنفاء تحية مصر بشمال الإسماعيلية تم تنفيذ المشروع بالتعاون بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وشركات وطنية مصرية ويشمل على اتنين نفق للسيارات كل نفق اتنين حارة مورية اتجاه واحد لتحقيق معدل تضفق ألفين سيارة على الساعة يبلغ طول النفق الواحد خمس تلاف تبنمية وعشرين متر منهم أرباح تلاف تبنمية وثلاثين متر تم حفرهم باستخدام الحفر النفقي وتسعمائة وتسعين متر باستخدام الحفر المكشوف يبلغ القطر الداخلي للنفق حداشر واربعة من عشر متر والقطر الخارجي اتناشر وستة من عشر متر الارتفاع الصافي لمصاري السيارات داخل النفق خمسة ونص متر الفاصل بين النفقين فنم اتناشر وستة من عشر متر وقد روعية في تصميم الأنفاء تحقيق أعلى معدلات التأمين من خلال تجهيزه بأحدث أنظمة الأمان للسيطرة ومراقبة الحركة المرورية داخل النفق نظام الإنذار ضد الحريق ثلاثة أنظمة لمكافحة الحريق نظام الإخلاء في حالة الطوارئ من خلال استخدام تلاتة وعشرين غرفة إخلاء فضلا على إنشاء أربع ممرات عرضية للربط بين النفقين بمعدل ممر كل واحد كيلو متر نظام السيطرة والمرور باستخدام لوحات إرشادية إلكترونية نظام راداري لرزل سرعة السيارات ومراقبتها بنظام الكاميرات والاتحكم والسيطرة الأمنية على مداخل ومخارج الأنفاق تم إنشاء اتنين منطقة أمنية تشمل عشر أبوام مزودة بنظام الإكس ري لكل منطقة لتفتيش السيارات كما تم إنشاء اتنين منطقة خدمية وترفيهية شرق وغرب الأنفاق لتوفير الخدمات للمسافرين وتعتبر أنفاق تحيا مصر إنجازا هندسيا تم تنفيذه بأيدي المصريين في زمن قياسي وتجسيدا حقيقيا لإرادة وطنية قوية والاستيعاب الكسافة المرورية المتوقعة بعد تشغيل أنفاق تحيا مصر تم تنفيذ الآتي في اتجاه شرق قناة فندم تطوير المرحلة الأولى من طريق الإسماعيلية العوجة حتى مصنع أسمنة العريش بطول مية ستة وخمسين كيلو متر وعرض اتناشر ونص متر تلاتة حارة مرورية لكل اتجاه في اتجاه غرب القناة تم إنشاء طريق تحيا مصر بطول أربعة ونصف كيلو متر وعرض ستة وعشرين متر تلاتة حارة مرورية لكل اتجاه بالإضافة لإنشاء كبري تحيا مصر لخلق تقاطع حر يربط طريق تحيا مصر بطريق الإسماعيلية بورسعيد بطول ألف ومئتين متر وعرض عشرين متر تلاتة حارة مرورية لكل اتجاه تلاتة حارة مرورية لكل اتجاه